وش الخيار الأفضل؟ طيب هذا يعني حالات اللي عندهم لا سمح الله حوادث إصابة شلل في الظهار واللي عندهم شلل من الأساس ويزيد وزنهم زي ما قلت وسرع الكرسي المتحرك وأسرته ما يقدرون يعتنون فيه ما يقدرون شيء اللي يحطه على الكرسي أو السرير ما يقدرون ينظفونه هذه فعلا مشكلة والوزن عائق كبير فيهم فلهذا هالأشخاص طبعا إذا والله يعني أوزانهم بسيطة قد نبدأ مع أبروال هذه ولكن عنده 20 كيلو فهم وفوق لا نروح لعمليات التكميم عمليات التكميم ميزتها أنه مهما حتى لو ما عنده حركة بينزل وزنهم وأنا عندي مجموعة منهم من الناس اللي عندهم يعني إعاقة حركية أن نسوي لهم هذه العمليات ونتائجهم تكون كويسة وغذائهم يكون جيد ويتابعون مع أسرتهم فالخيار الأفضل إذا عنده 20 كيلو فهم وفوق هو العمليات وعمليات التكميم ولكن بعناية شديدة جدا من الفريق المعالج ما يختلفون كثير إلا في الرعاية قبل تقيمهم بشكل صحيح لأن بعضهم إعاقتهم في العضلات مثلا خلي نقول بعض المتلازمات في العضلات ضعف العضلات ضعف العضلات الأرجل ما يقدر يتحرك لأنه في مناطق حبل الشوكي ما تشتغل هذولي لازم تتأكد أن عضلات التنفس السليمة عندهم لأنه ممكن لما تسوي للتخدير يعني يأخذ فترة طويلة على الجهاز وأحيانا القلب تقيمه بشكل جيد فكل حالة تدرسها هل مشكلته هي حادث هذا أوكي مغالبا مشكلته يمكن عنده إصابة في الدماغ تتأكد منها يمكن عنده إصابة في الرياء تتأكد منها تسوي فحوصاته ثم فتقيمه قبل العملية مهم جدا جدا عنه على الإصابة إيش وإش الفحوصات اللي تعمل بناء على الإصابة ثم تروح أثناء العملية ثناء العملية عملهم يكون دقيق وحيانا إذا هم إصابتهم في الصغر تجد أنه البطن صغير عندهم الجسم صغير لأنه ما تكون بشكل جيد منها الإصابة فهذه لهم عناية أحيانا بعضهم تجد الناس اللي عندهم شلل والأطراف تكون متصلبة ما تقدر تفردها ما تقدر هذا لها تعامل خاص فكل نوعية من مريض تعامله أثناء العملية أيضا مختلف من التخدير من إجراء العملية من الدخول إلى البطن طريقة مختلفة ثم تعمل العملية ثم المتابعة المتابعة أيضا في المواد المسيل أهو ما يتحرك أنت لازم تعطيه مسايا للدم بشكل جيد وترعي وزنه وحالة الصحية الأخرى ويستمر لفترة أطول من شهر تقريبا ممكن ستة أسابيع وتتابعوا وتتأكد من غذائهم وتتأكد من الفريق كلهم وتكون متابعتهم على الأقل السنة الأولى بانتظام ففعلا نعم هذه الأفضل لهم ولكن بالاشتراطات اللي ذكرتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر